أرادها المنظمون بصمة قائدة فإذ بها تتحول إلى وصمة عار تزنر احتفالية المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال من مبادرة لتكريم 25 رائد عربية في مجالات شتى في يوم المرأة العالمي إلى إهانة لكل مرأة عربية حرة مقاومة ترفض التطبيع بكل مندرجاته ولا توارب في تلميع سورة العدو الإسرائيلي على حساب كرامة الأمة العربية فات اللجنة المنظمة في بيروت أن من بين المكرمات العربيات المغربية بشرائيل الشاوي الشاعر المنادي بالتطبيع مع إسرائيل والمتلطية وراء كذبة عدم وجود إجماع شعبي مغربي ضد التطبيع نطالب بفتح تحقيق عن الجهة التي كانت وراء تكريم هذه المرأة وفتح تحقيق معها هي لأنها من تنظيم سري لم يعد سريا كشفناه في المدة الأخيرة بتفاصله وهو تنظيم محب إسرائيل وهذا التنظيم يضم في عضائه أزيد من وتنظيم ينيف عن 9000 عضو موزعين من مختلف بلداننا العربية المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان له ظهر شديد اللهجة تجاه الخطوة واعتبر أن المتصاينات لا يمثلن المرأة المغربية وطالب الجهات الحكومية اللبنانية تصحيح هذه السقطة الكبيرة الغريبة عن مواقف لبنان بحسب ما ورد مبادرة المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال تهدف لتكريم سيدات مكافحات ومناضلات بحسب ما ورد في كلمة رئيسة المجلس السفيرة إيمان غصين الاحتفاء بيوم المرأة العالمي وفي أجواء عيد الأم ضرب مشاعر السواد الأعظم من سيدات الأمة العربية وسبح بعكس طيارهن القومي والعربي وبدلا من تكريس مبدأ المجلس بتوحيد طاقات المرأة العربية وتقدير جهودها طرح تكريم الشام أسئلة مشروعة عن فحو الطاقات والمجهودات المطلوبة ترجمة نانسي قنقر